أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة الأكارم والضيوف الأعزاء الذين شرفون في هذه الجلسة الختامية في هذا الموسم لهذه الخيمة الثقافية المباركة وفي الحقيقة هذه الجلسة فيها خصوصية من عدة جوانب أول هذه الجوانب قد يكونني أنا أدير الجلسة ثاني هذه الجوانب أن الأقبال عليها كان مشهودا بمعنى أن شعرت أن التجاوب مع الجلسة هذه تحديدا مختلف نوعا ما عن الجلسات الأخرى ويبدو لي أن هذا أولا بسبب يعني يعود إلى الموضوع فالموضوع متعلق بفقه الواقع وفقه الواقع وبالذات عند الشرعيين يدركون أهميتها في موضوع الاجتهاد في النوازل وتنزيل الفتاوى وهذا أمر في غاية الأهمية وإن كان الموقف يعني الجدلية بين السياسي والشرعي جدلية قديمة جديدة وترتب عليها يعني مواقف متباينة جدا بين المنتسبين للعلم الشرعي يعني من الذين خاضوا في هذا المجال إلى النخاع وهذا يعني ليسا حديثا يعني 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 تعوذ من السياسة ومن السياسيين ومن كل كلمة فيها حرف السين والواو وكذا مثل الشيخ محمد عبدو بعد تجربته في العمل السياسي مع السيد جمال الدين الأفغاني لكن يعني يبدو لي أن موضوع الواقع طبعا هو يحتاج إلى فهم دقيق بالذات في مجال العمل السياسي لأن العمل السياسي فيه يعني دهاريز ودروب ملتوية تجعل الحليم حيران فاليوم يعني هذا جزء من يبدو لي من الإقبال سببه هذا والآخر يعود إلى اسم المتحدث الضيف استاذ وطح خنفر وهو أشهر من المقدم استغفالله فيعني عادة المعرف لا يعرف ولا سيما إذا كان من يعرفه أقل شهرة منهم استغفالله لا لا هذا صحيح وشهرته طبعا مرتبطة بشهرة قناة الجزيرة فقد التحق بالجزيرة بعد بضعة أشهر من تأسيسها ثم انتقل في وظائف متعددة فيها إلى أن وصل إلى إدارة القناة في سنوات ليست قصيرة ثم استقال من القناة والآن هو يدير مؤسسة اسمها منتدى الشرق والمنتدى هذا كما يعني يعرف نفسه في الموقع الرسمي للمنتدى في الشبكة الإنترنت أنه مؤسسة عالمية مستقلة تهدف إلى ترسيخ قيم التواصل والحوار والديمقراطية بين أبناء منطقة الشرق والمساهمة في بناء مستقبل مستقر سياسيا ومزدهر اقتصاديا من خلال تنمية الوعي السياسي وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات بالإضافة إلى تعزيز الفهم المتبادل بين المنطقة ومحيطها ويعني بمناسبة حضور الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني وبما نحن نتكلم عن السياسة والعلاقة بين السياسي والشرعي حفظت عنه مقولة تقول من تسيس من تدين ولم يتسيس فقد تبرهن ترهبا عفوا ترهبا ومن تسيس ولم يتدين فقد تعلم ومن جمع بينهما فقد تمكن فأنا علقت على هذا أذكر حينما وصلنا يقول لكن السؤال يبقى ما حقيقة التسيس وما حقيقة التدين فاليوم على الأقل نتكلم في الموضوع الأول في جانب يتعلق موضوع السياسة يعني لا أطيل أكثر من ذلك لكن هذه الجلسة بما أنها جلسة ختامية فيها فقرات جديدة منها فقرة تكريم أساتذة الأساتذة التي سيغادروننا في نهاية هذا الفصل من قسم الدعوة والثقاف الإسلامية فإن شاء الله المدير الوقت بفاعلية لكن أنا نسيت أن أذكر تاريخ اليوم من باب التوثيق نحن في عشرين من الشعبان لعام 1437 للهجرة السابع والعشرين من مايو لعام 2016 للميلاد وهذه الجلسة السابعة في هذه الخيمة الثقافية وهي مسك الختام في هذا الموسم أترك المجال للأستاذ والضاح أن يبدأ في موضوعه ثم بعد ذلك الفقرة التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه الأجمعين الشكر وصوله طبعا لكل من حضر هذه الجلسة ولمن قام على تنظيمها أشكر الدكتور علاء ودكتور حامد جزاهم الله وخيرا وأرحب بكم في هذا اللقاء الذي أستعيد بالله فيه من الشيطان الرجيم ومن السياسة برضو كما قال مقدم حفلنا وأقول أن الحقيقة حديثنا اليوم لن يكون عن السياسة بحد ذاتها ولذلك أستأذنه في أن أتكلم عن استراتيجيا على الأقل لنخرج من دائرة المستعادة به إلى شيء ربما يكون أكثر رحابة وأستميهه أيضا عبرا في أن أسمي هذا الفقه فقه المآلات باعتبار أن فقه الواقع يتعامل مع القضايا اليومية وبالتالي هو أقرب ما يكون فعلا إلى السياسة وتحليل الواقع وكونه اليوم لن نقدم تحليلا سياسيا إلا عند الطلب إنما سيكون الحديث عن التيارات الاستراتيجية الكبرى التي ينتقل فيها العالم اليوم إلى المستقبل والحديث إذا هو حديث عن استشراف للمستقبل بأفقه الواسع وليس بمستقبله القريب بمعنى أحب دائما أن أتحدث عن المستقبل بزمن لا يقل عن عقد أو عقدين لأن في ذلك رحبة أوسع في التأمل في المسارات الكبرى التي تعصف أو التي تحرك العالم في كل مرافقه وفي كل توجهاته سياسية واقتصادية وديمقرافية وجيوسياسية وكذلك ثقافية وفكرية وعلمية ستنقسم هذه المداخلة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول سأتحدث فيه عن الثيارات الاستراتيجية الكبرى التي سوف من المتوقع طبعا وهذا كله في علم الله ولكن هذا ما نحسبه أن يكون في العقدين القادمين ثم بعد ذلك نتحدث عن محور أساسي وستراتيجي في المستقبل هو المحور الخاص بالانتقال أو العبور الكبير من الواقع الذي نحياه إلى واقع جديد قوامه حالة من الانتقال نحو عالم يختلف تماما عن العالم الذي عشناه أو الذي عاشه أباهنا وأجدادنا وسنفسر ذلك بعد قليل والقسم الثالث سيكون عن منطقتنا العالم الإسلامي والعربي والمنطقة المشرق تحديدا والمآلات المتوقعة لها في السنوات القليلة القادمة أبدأ بالقول أن العالم الذي نعرفه اليوم هذا العالم الذي إذا أخذنا فقط مقطع عرضي للواقع الذي نعيشه اليوم نقول هذا العالم المتشكل اليوم في بعده الجيوسياسي هو عالم في الحقيقة وهذا رأيي شخصي لي وأنا دائما أتحدث عن هذا المفهوم هذا العالم هو العالم الذي تشكل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ومازال يبحث حتى الآن عن مستقر يعني نحن عشنا مئة عام في عبور فعلا عظيم باتجاه نستقبل إلى الآن لم تنتهي ولم تتشكل ملايبه هو الكامل بمعنى أنه لم تستقر بعد المنظومة الدولية التي تأسست في بدايات الحرب العالمية الأولى أو انطلقت في بداية الحرب العالمية الأولى لماذا أقول هذا الكلام؟ العالم كما تعلمون كانت تسيطر عليه قبل الحلب العالمية الأولى مجموعة من التكتلات السياسية الكبرى التي تتشكل فيه بقية الإمبراطوريات الباقية حتى عام 1916 اللي هي الإمبراطورية العثمانية، الإمبراطورية الهنجرية، النمساوية، الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية التي كانت عملياً إمبراطورية في بعدها الهائل الممتد في مختلفة الهائل العالم ثم بقية الإمبراطورية الفرنسية وما تبقى من النفوذ الإسباني، البرتغالي، الاستعماري في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وما إلى ذلك بمعنى أن العالم في ذلك الوقت، لو أخذنا لحظة ما قبل الحرب العالمية الأولى لوجدنا أن الاستقرار في العالم كان قد تشكل عبر قرون من الصراعات وقرون من التدافع ووصل إلى حالة مستقرة ما هذه الحالة المستقرة ما كانت تتشكل من مجموعة الإمبراطوريات والتحالفات التي قامت ما بين الدول هذه الحالة كان عمرها خمسة قرون هذه مسألة مهمة يعني الواقع الذي انتهى في عام 1919 بالحرب العالمية الأولى، هذا الواقع حقيقة كان قد تشكل خلال خمسمائة عام من التدافع وقد وصل إلى قمة الندج والاستقرار وظن الظنون في بداية القرن الماضي أن الدنيا الحمد لله الأمور ماشي مستقرة الوضع السياسي والاستراتيجي للعالم كان معقولا التحالفات الاستراتيجية كانت ممكنة كان في المحصلة هناك حالة من السلام العالمي قائم على تدافعات وتشكلات سياسية وحدود تم رسمها بعد صراعات دموية في مختلف أنحاء العالم أصل الكتلة الاستراتيجية الأضخم اللي نسميها نقطة الجنب ونقطة المركز كانت في الحقيقة غربية أو لنقول بتحديدا أوروبية بمعنى لدينا الكتلة العثمانية بما لديها من نفوذ في العالم الإسلامي ولكن نفوذها بدأ يتراجع في أواخر القرن السادس عشر والسابع عشر لدينا الكتلة الأوروبية ببعدها الفرنسي وبعدها البريطاني وقبل ذلك بعدها الإسباني طبعا والبرتغالي تعرفوا أنه بالنهاية أوروبا تشكلت عبر ثلاث مراحل كبر المرحلة الأولى سلطرت فيها الشمال وايكينج اللي هم الجماعة لسكني الآن في شمال أوروبا اللي بنسميهم النرويج كانت لديهم قوة ونفوذ أكبر بكثير من بقية دول أوروبا في تلك المرحلة بل استعمروا جزءا كبيرا من أوروبا في لحظة ما بعد ذلك جاءت مرحلة الاستعمار الإسباني البرتغالي عندما استطاعت إسبانيا والبرتغال أن تكتشف كل منهما مجالا استعماريا خصبا المجال الاستعماري الأول كان في أمريكا اللاتينية المجال الاستعماري الثاني كان من خلال الالتفاف حول الرجل الرجاء الصالح وصولا إلى السواحي لشرق إفريقيا ثم بعد ذلك إلى جنوب شرق آسيا وإلى الجزر الأندونسية هذا المهادين أو هذان المجالان قدم لإسبانيا وللبرتغال كما مذهلا من المصادر التي لم تعرفها الإنسانية من قبل لدرجة أن كمية الذهب التي بدأت تتوافد على شواطئ أوروبا في نهايات في بدايات القرن الخامس عشر السادس عشر عفوا يعني 1492 قام اكتشفت إسبانيا نظريا اكتشفت أمريكا اللاتينية ودار مجلان حول رأس الرجاء الصالح قريبا من ذلك هنا بدأت السفن تأتي بشيء لم يكن محسوبا الاقتصاد الأوروبي في ذلك الوقت كان قائما على الذهب طبعا الدولة العثمانية عندما واجهت هذا الفائض المذهل في كمية الذهب الوافدة من أمريكا اللاتينية والوافدة من مختلف أنحاء العالم بدأ اقتصاده يتراجع بالمقابل أيضا الدولة العثمانية بدخول البرتغاليين حول رأس الرجاء الصالح استطاعوا أن يلتفوا على طريق الحرير الطريق الاستراتيجي الأول في العالم الذي كان ينقل البضائع من آسيا نحو أوروبا والذي كانت تسيطر عليه عمليا الدولة العثمانية وبالتالي انقطع مدد الدولة العثمانية الاقتصادية من خلال طريق مهم جدا وحيوي وستراتيجي وانقطع أيضا انقطع كثير من مواردها بسبب التضخم الهائل في أسعار في النقود في ذلك الوقت بسبب وجود كمياتها النذاب أنا أحاول أن أقدم تفسيرا آخر مختلف عن هائل الدولة العثمانية وهو أن حالة الانتقال في نهايات القرن 15-1994 نحو اقتصاد أوروبي جديد أدت إلى إضعاف ليس بسيط إضعاف جوهري لدولة العثمانية خلافا للنظريات الأخرى التي تقول أن الدولة العثمانية سقطت فقط بفعل عملية تقافية أو تغتبت الدول عادة لا تنهار بس بسبب وجود تفسخ اجتماعي أو أخلاقي فيها تنهار أيضا لعوامل أخرى كبيرة العامل الأهم في انهيار الدولة العثمانية كان التحول الكوني الاقتصاد الذي حدث من خلال فقدان الدولة العثمانية لمركزيتها في الاقتصاد العالمي التي كانت تحتلهم وبانهيار طريق السلك رود اللي هو طريق الحرير انهارت كثير من الموارد التي كانت تحتكرها الإمبراطورية العثمانية وبزغت أيضا بوادر جديدة لاقتصاد عالمي نامي في أوروبا استمرت النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر السابس عشر السابع عشر الثامن عشر وصلت أهم ما تصله بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر بالثورة الصناعية الأولى باختراعها طبعا الثورة الصناعية الثانية اللي هي آلة البخار والمصانع ومهضة أوروبا بمنتج لم يكن عالمنا يعرفه في ذلك الوقت اللي هو الصناعات الممكنة القائمة على الآلة والتي ضاعفت كمية الإنتاج مئات الأضعاف عما كان الإنسان يعمل فيه من خلال الدابة أو من خلال الجسد التعامل المباشر ولا شك أن بالنهاية المفهوم التكنولوجي الصناعي كان أوروبيا أي لم يكن عثمانيا لم يكن حتى ذلك الوقت تنديا أو صينيا أو أفريقيا الكتل الكبرى في العالم كانت ملحقة بإنجاز ضخم تشكل ثم بعد ذلك بدأ عملية التراجع مرة أخرى إلى وصول الحرب العالمية الأولى التي تووجت انتهاء أربعمائة أربعمائة سنة على الأقل من المركزية الأوروبية ليش؟ طيب مش معقولها الحكي أوروبا ما زالت صحيح لأنه بزغ في ألف وتسعمائة وثمنتاش وتسرحتاش نجم دولة أخرى كانت تعيش على الهامش وجدت نفسها مستدعاء لكي تترأس المجلس الكوني الخاص بالسياسات والدول والتوازنات تسمعها أمريكا حتى تلك المرحلة كانت الولادة المتحدة الأمريكية تعيش حالة من العزلة ليش؟ دولة ضخمة لا تحتاج العالم حاجتها للعالم هي حاجة فقط في أن تصدر للعالم بعض من بضائعها مع العلم أنه أيضا سوق ضخم أمريكا ليست دولة تحاول بطبيعتها السيكولوجيا السياسية للولادة المتحدة الأمريكية سيكولوجيا فيها قدر هائل من الرزلة قدر هائل من حاولة الانكفاء وليس الانفتاح تماثلها بذلك إمبراطورية أخرى كانت دائما موجودة وقوية نعلم بها ولكننا لا نلمس أثرها في حياتنا اسمها الصين فكان في عندنا إمبراطورية صينية ودولة أمريكية موجودة لهما نفوذ اقتصادي نسمع فيه عندهم جامعات محترمة وفي عندهم اختراعات كويسة لكن في يومنا الحالي في تعاملاتنا في قلب العالم اللي هي منطقة الأوروبية الآسوية لم نكن نشهد لهما جيوشا ولا أثرا ولا استعمارا ولا شيء من هذا القبيل ولذلك كانت أوروبا هي التي نعرفها نعرف المندوب السام البريطاني ونعرف المندوب السام الفرنسي ونعرف الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي ونعرف أيضا الاستعمار الإسباني والاستعمار المرتغالي لكننا لا نعرف الاستعمار الأمريكي لا نعرف الاستعمار الصيني مع العلم من هذه الدول ليست بسيطة لكن العزلة في كلتا الحالتين كل بسببه وهذا بنحكي مع بعض شوي كان السبب في أنه ما أحد يقرب لكن لما بدأت تنهار أوروبا أمام القوة الألمانية في الحرب العالمية الأولى استدعيت الولايات المتحدة على عجل لكي توازن الأمور والولايات المتحدة جاءت مترددة وفعلاً خاضت حرباً انتصرت فيها كان نتيجة انتصال الولايات المتحدة في الحرب أنه قالت الحمد لله قمنا بما ينبغي احنا مع السلامة يا شباب دبروا أنفسكم مع السلامة فانسحبت القوات الأمريكية من معظم مناطق أوروبا في 1919 عادت مرة ثانية إلى بلدانها باعتبار أنه حرارنا لكم بلادكم انتوا تركوا العمورة وقموا باللازم ما في داعي أن نكون موجودين لخدمتكم لكن أوروبا الضعيفة المنهكة التي بدأت تشريخ لم تستطع أن تسير أمورها بنفسها بعد أقل من ثلاثين سنة جاءت الحرب العالمية الثانية والتي أعتقد أنها وهذا بالمناسبة يعني كثير من المؤرخين الآن يرونه الحرب العالمية الثانية كانت المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى لأن الحرب العالمية الثانية في النهاية جاءت بسبب الأولى الحرب العالمية الأولى انتهت باتفاقية فرسايل وانتهت بشروط مجهفة ضد الألمان وأشياء لا يمكن تخيلها ألمانيا عاشت حالة من عبدة شعوب الذنب وتم إنهاكها وتجزئتها وإهانتها وتحميلها عبءاً اقتصادياً لا يمكن أن تحتمله أي دولة في العالم في ظل إنهيار اقتصادي هائل في عشرينيات القرن الماضي عندما كان في عندنا الجريد دي بريشن في العالم لإنهيار اقتصاد الكساد العالم الكبير ألمانيا تحت ضغط الذل الذي فرض عليها من الحلفاء نهضت مرة ثانية ولكن في إطار عدواني جديد اسمه النازية يقوده الهتلال وهتلال في المرحلة الأولى عاد بناء الشخصية الألمانية مدمنة أعاد استنهض فيها القيم الألمانية القومية ثم حول ذلك إلى الإنتاج فإذا بالدولة المهمشة الضعيفة البائسة المحرومة حتى من امتلاك الأسلحة والتي حدد لها فقط مئة ألف من الجنود ليكونوا قوام جيشها فإذا بها في قدول خمس سنوات عملية من عام ثلاثة وثلاثين طنهض وإذا بها لديها أفضل أسطول في العالم للطائرات أفضل مصانع للأسلحة أفضل كمية إنتاج وإذا بها نمو اقتصاد مذهل وإذا بها تقفز قفزات أكبر من فرنسا ومن بريطانيا التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى ثم قاد هتلى الحرب العالمية الثانية كما تعلمون واستمرت إذا الحرب العالمية الثانية كانت حقيقة امتداد للبحث عن حالة جديدة مستقرة في عقاب الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية انهارت أوروبا تماما تماما وصلت القوات الألمانية إلى باريس دخلت القوات الألمانية حتى كليلي على حدود فرنسا المقابلة لبريطانيا انسحب الجيش البريطاني مهزوما من القارة إسبانيا مشت مع ألمانيا إيطاليا مشت مع ألمانيا في العالم إلا بريطانيا وأمريكا وهنا التفت تشيرتشيل فوجد نفسه وحيدا فسافر إلى جماعة في أمريكا وعمليا ورّط الأمريكان في حرب كانت أمريكا لا تريد الدخول فيها لأن أمريكا كانت ترى إنه هذا الشر برّة وبعيد ليش أنا بدي أدخل في شغلي ما ليه فيها فلكن استدرجت ألمانيا استدرجت الولايات المتحدة الأمريكية وأخطأت اليابان خطأها المدمر بقصف الأسطول الأمريكي وهنا كان لابد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل الحرب فدخلت الحرب وانتصرت انتصار أمريكا في ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين كان نهاية تامة للمركزية الأوروبية وبداية للمركزية جديدة اسمها المركزية الأمريكية إذن المركزية الغربية هنا لا يمكن أن نظر إليها أن كل الدينة زي بعض لا مش زي بعض أمريكا اليوم التي تعيش عهدها ومجدها وفترتها الذهبية لم تكن في الحقيقة متصدرة للعالم قبل عام 1945 لكن عام 1945 قررت هذه المرة أنني لن أنسحب هذه المرة كما فعلت في الحرب العالمية أولى سأبقي كواتي تشكل النيتو وقادات رواية المتحدة الأمريكية وأصبح لها قواعد في مختلف أنحاء العالم وأصبح النفوذ الأمريكي القائم على التدخل العسكري والقائم على النفوذ السيئول الاقتصادي هو النفوذ الأكبر وتراجعت الإمبراطورية البريطانية انهارة عمليا بانسحابها من الهند وانسحابها من معظم الأماكن المستعمرة وكذلك الفرنسية والإسبانية والبرتغالية وهكذا تشكل العالم في تلك اللحظة بناء على قوتين أساسيتين قوة تسمي نفسها الاتحاد السوفيتي تقوده فلسفة شيوعية وكذلك هي أوروبية بالمناسبة يعني ليست خارج عن نطاق الأوروبي المادي وفلسفة أخرى رقص مالية تقوده الواية المتحدة الأمريكية واستمر ما يسمى بالحرب الباردة مرة أخرى هذه الحرب الباردة كانت محاولة للحصول على شيء ما لكي يملأ الفراغ في تلك المرحلة انهارت التحاد السوفيتي في الحرب الباردة وانتصرت عمليا الواية المتحدة الأمريكية دون حرب في 1990 أصبح لدينا واقع جديد نسميه ما بعد الحرب الباردة ما بعد الحرب الباردة مرحلة عجيبة ليش؟ الدنيا تغيرت ولكن أصاب الولايات المتحدة الأمريكية شعور مبالغ فيه بالانتصار فكريا بدأنا نسمع على أنه الحمد لله وصلنا إلى النهايات المطلقة للتاريخ لأن انتصار الرسمالية الليبرالية الغربية هو الانتصار النهائي المطلق للإنسان خلصنا الإنسانية اليوم وصلت إلى النطج الكامل وبالتالي ما ليس بعد هذا شيء ثم بدأ المفكرون والمحللون يتبارون أذكر توماس فريدمن في كتاب له اسمه اسمه شجرة الزيتون والليكسس The Lexus and Olive Tree بتكلم عن العولة وكيف انتصرت الليكسس على شجرة الزيتون لأن شجرة الزيتون تمثل هوية والليكسس تمثل المaterialistic consumption كنت في داووس في إحدى المرات في المؤتمر الدولي العالمي اللي بصير كل سنة في داووس وكان في ذلك اليوم توماس بتكلم عن منصة عن كيف الدنيا الحمد لله رب العالمين إشي تمام وكل شي تحت سيطرة وعوج ما فيه زي ما بقول أخوانا السودانيين والعالم الحمد لله يعني أمريكا الآن قامت هذا الكلام طبعا في الليلة التي أعلنت فيه الانتخابة أعلنت فيها انتخابات المجلس التشريع الفلسطيني بفوز ساحق لحماس في صباح ذلك اليوم كان في شهر واحد الفين وكم الفين وستة فأنا الصبح رايح على المحاضرة وتومس بتكلم فسألت السؤال كنت تومس بناء على اللي حصل الليلي هل ما زلت تعتقد أن الليكسس غلبت شجرة الزيتون لأن في الحقيقة هذا الحلم الأمريكي والاحتفال الأمريكي الكبير الذي نشأ في عام 1990 حقيقة لم يعيش طويلة لأن العالم عاد مرة أخرى إلى حالة التناقضات القائمة على الهوية والثقافة ومعلى ذلك فبالتالي عمليا لو كانت النظرية صحيحة لن يختار الفلسطينيون مفترضا حماس سيختاره على سبيل المثال هو أكثر اتصالا بالعالم الحديث الغربي الذي سوف يغرقهم بالأموال والفوائد بدل ما يختار تنظيم في الغالب سيقود إلى حالة من العسر في الحياة بدل اليسر الرأسمالي والجنة المادية العظيمة المورودة فمثلا كانت هذه حالة ثم انتشرت هذه الحالات في كل كما ترون في كل مكان لكن هذا التيار اليوم يعاني أزمة كبيرة الوجود الأمريكي المركزي في العالم الذي تشكل بسبب تلك الحالة الفريدة من الانهيار السريع والمفاجئ بالاتحاد الزوريتي تشكل في ظرف لم يكن نمو طبيعيا للمنظومة الدولية كان نمو غير طبيعي الآن نعود مرة ثانية للنمو الطبيعي استأنفنا النمو الطبيعي مع بدايات القبر مر علينا سبع ثمان سنوات من الاحتفال الهستيري بالانتصار الغربي الانتصار الأمريكي الليبرالي الرأسمالي الغربي على العالم ليكون الحل النهائي لأرض المعاد الجديدة هذا الكلام ما زبط ليش؟ روسيا ضم أنها قد أصبحت دولة من دول العالم الثالث لا قيمة لها وبور سيلتسل إذا تذكروا قدم لأمريكا خدمات جليلة في أن حول الولاء الروسي حقيقة إلى دولة من أفطر دول العالم وما زالت في ذاكرتنا طوابير الروس واقفين على المخابز والمتاجر الفارغة وأهينت الكرام الروسية في مرحلة التسعي بذات التسعينيات هنة بالغة وظن الأمريكيين الأوروبيين أنه الحمد لله من الآن صاعداً ليس هناك شيء يسمى روسيا عملياً ستبقى روسيا دولة هزيلة كل سنة معكم مشاهدة مساعدات يظلوا عايشين لكن أكثر من ذلك لن يكون وأيضاً بالمقابل في التسعينيات كانت الصين لا تزال خارجة ألف وتسع ماحة السعين خرجت من الإنغلاق الكبير الذي كان موتيتوم قد وضعها فيه لم تكن قد انفتحت اقتصادياً على العالم وهذا كما قلت لكم الصين دولة منغالقة بالفطرة مش لأنهم بحبوا الانغلاق لا الصين دولة منغالقة لسبب استراتيجي مهم ثقة للصين الهائل وامتداداً جغرافي المذهل وعدد سكانها الذي يزيد على مليار ونص دائماً يكون هو عنصر مركزية الصين في داخلها نقطة الجذب في الداخل مش في الخارج الخارج بالنسبة للصين هامش والمركز هو في داخل بلد احنا عندنا دائماً في مراحلات مثلاً عندنا العرب المسلمين دائماً عندنا للأسفل الشديد مركزنا برا لذلك دائماً نشوف بريطانيا وفرنسا وأمريكا شوك تعمل لأنه مركز الجذب الاستراتيجي لنا في الغالب دائماً في الخارج مركز النقطة للانجذاب الحقيقية للمنظومة الصينية الحضارية في الداخل عبر ألاف السنين كانت الصين ترى نفسها بخير من عزلت عن الدنيا وترى نفسها على وشك التفكك إذا العالم بلش يشتغل عليها لدرجة أنه عندنا حرب اسم حرب الأوبيوم أوبيوم وورف في نهاية القامة 9 حرب الأثيون خاضت بريطانيا والدول الحريفة لها حربت ضد الصين عافين ليش؟ لإجبارها على فتحي موانية همشة للتجارة عالمية الصين قالت يا أخوان لا أبدا تاجر معكم ولا تاجروا معي الشرب بره وبعيد وإحنا مبسوطين لا بدي حدا يدخل فيه ولذلك أغلقت الصين أبوابها أمام الحضارة الغربية الوافدة في ذلك الوقت وحوربت لكي تفتح أبوابها وأجبرت على أن تصبح جزءا من المنظوم الاقتصادية العالمية وسيطر على هونغ كونغ وأصبحت ميناءا للسفن العالمية مشان اللي بتروح على جنوب شرق آسيا أو شرق آسيا بتجلس هناك شوفت كيف؟ فالصين تاريخية فيها كذلك والحقيقة نحن كعرب ومسلمين لنا يعني إحساس بالصين أكثر للأوروبيين لأنه دائما كنا تجارا ماهرين أنت بتعفوا أن اليمن فيه كان ثلاث طرق أساسية للصين مع العالم طريق الحرير الشمالي طريق الحليل الجنوبي أو الأوسط اللي بمر بحر الفارس يعني كانت الدولة الفارسية في ذلك الوقت كان مهمنة فبالتالي كانت الموانئ أو التجارة الفارسية تأتي من الصين عبر الخليج ثم كان لدينا الأبن واليمن هذه الثلاث طرق تاريخيا وعلى مدار مئات السنين هي الطرق التي شكلت التواصل الصين مع العالم طريق الشمال كان يمر عمليا في منطقة أسا الوسطى فلما أسلم الناس هناك سارة إسلامية طرق التواصل مع بخارة سمقا كل هذه المناطق كانت مسلمة عربيا قبل الإسلام منطقة الخليج هذه كانت مركز اتصال صيني مذهل مع العالم الخارجي لأن التجارة الصينية كانت تأتي بالسفن إلى الخليج ثم كانت القوافل العربية أثناء الوجود الفارسي في هذه المنطقة كانت تعبر باتجاه الشام ومن الشام تعبر إلى أوروبا ثم الطريق الثالث كان عبر العدم واليمن وهو الطريق الذي خاض الروم والفرس عليه حربا استمرت 200 سنة وذكر القرآن الكريم مشهدا من مشاهد هذه الحرب في السماء ذات البروج عندما تحدث عن المحرقة الكبرى التي قام بها أتباع الدولة الفارسية في اليمن ضد أتباع الدولة الرومانية من المسيحيين في نجران وهذه كانت في 525 للميلاد أي قبل تقريبا 100 سنة من البعث النبوي أو يزيد وكانت مشهودة وموثقة طبعا في القرآن الكريم وقصتها جميلة أنصحه الناس المنشغلين بهذا الموضوع أن يعودوا إلى قصة هذه الحرب مش في مصادرنا العربية والإسلامية لأنها مصادر فيها كثير من التعميم يعود إليها في المصادر البيزنطية التي روتها بدقة صحفية مبالغ فيها لدرجة أن التقارير الأولية التي خرجت من نجران عن عملية حرق الناس ربما تتضمن كثيرا من أسمائهم وعائلاتهم رواها الأسكف نجران الذي فر في تلك الحرب إلى القسطنطينية والتقى بالإمبراطور وطلب منه الإمبراطور أن يسجل تقريرا عن الواقعة وسجلها والتقرير الذي يزال موجودا في التاريخ البيزنطي وتروى بالتفاصيل كيف تم حرق الناس على يد شخص اسمه يوسف بن أسار أو ذو نواس وباللغة اللاتينية القديمة دانياس اللي هو هكذا مسجل في الدانياس دون نبواس على كل حال أنا أقول فقط أنه مناطقنا هذه عرفت الصين قبل أوروبا وتعاملت مع الصين قبل أوروبا وتواصلت مع الصين قبل أوروبا أذكر في مرة كنت في زيل للصين فكنت وقت مدير شبكة الجزيرة فأخذوني ألتقي في وزيل خارجي الصيني كان رجل لطيف فالرجل يعني تبسط في الحديث وقال لي نرحب بكم في إمبراطورية عمرها ثلاثة ألاف عام نحن الذين اخترعنا المطبع ونحن اخترعنا البارود واخترعنا أشياء جميلة جدا فبالتالي ينبغي لكم أن تعكسوا عمق الحضارة الصينية وأقول لكم نحن تاريخيا علاقتنا فيكم لا بأس سعدناكم كثير في شغلات كثير وقدناكم يعني منتجاتنا وإلى آخرهم قلت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا طرع هذا كلام مقدر وأنا من جانبي أقول لك أن الحضارة العربية الإسلامية قدمت للصين أيضا أشياء كثيرة جدا ففي عام كذا في الهجري في ذلك الوقت في زمن خليفة اسمه أبو جعف المنصور استنجد به ملك الصين وهذا كلته للوزير استنجد ملك الصين إمبراطور الصين به عندما غزته القبائل المغولية وأطاحت بعرشه واتطر أن يترك بكين فاستنجد بأبو جعف المنصور فأبو جعف المنصور أسل له جيشا إسلاميا قوامه خمسة ألاف مقاتل احتل بكين وعاد الإمبراطور وبقيوا حرسا للدولة في ذلك الوقت وأسلموا ومن ذلك الوقت تأسس الإسلام وما زالت المسجد الأول الذي أسسه المسلمون الروائي موجود فقلت نحن أيضا ساعدناكم وقلت أيضا أمس زورة المدينة المحرمة فوربيدن سيتي اللي هي زي ما تقول إشي مهم جدا في الصين المركز التقافي الحضاري الأول اللي كان مقر الأباطر الكبار وقلت له طبعا تعرف سعادة الوزير أن الذي صممها وبناها كان مهندسا نعماريا مسلمة أتي به من بلاد المسلمين أذكر أنا لما كنت أتكلم بالرجل دهش فنظر إلى مستشارين قال هذا الكلام بحكي صحيح بلغة صينية قانونه صحيح فقصدي أن الصينيين عندهم هذا الشعور دائما بالتاريخ ودائما أنهم لمركز العالم والعالم يستفيد هو العالم الذي يتفاعل معهم ليأخذ حاجته أما هم ففي غنى عن العالم هذا الانفتاح الكبير بدأ في 1990 فقط هذا الرئيس بدأ ينفتح وأفتح الأسواق وبدأت الصين تصبح جزءا من الاقتصاد العالمي وبدأ النمو الاقتصاد الصينية تسارعة التسعينيات وفي بداية الخام الماضي بالتالي نحن نتكلم فقط عن 25 سنة من الحضور الصيني على المشهد ونتكلم عن 70-80 سنة من الحضور الأمريكي على المشهد فهذه المرحلية ليست كبيرة بمقاييس الـ 500 سنة لأوروبا أو بـ 700-800 سنة للدولة العتمانية كانت حاضرة فيها في المشهد التولي أقول هذا ليش؟ أقول حتى أقول لكم بمعايير الزمن والتاريخ نحن لا نعيش في حالة استقرار نحن ما زلنا نعيش حالة عبور نحو شكل ما ينبغي للعالم أن يستقر عليه وهذا الشكل لم يتم بعد أمريكا أصابها حالماً الغرور وأخطأت أكبر خطأ في تاريخها في تاريخ المعاصر وهو أنها قادة حرباً ليس لها بعد استراتيجي مهم للولايات المتحدة الأمريكية اللي خاضها جورج بوش ضد الأفغان وضد العراقيين ما لها لزوم يعني بمعنى أنت حضرتك دمرت اتحاد سوفيت وانهارت الصين وانهارت روسيا بدأت الصين تطلق أنت انشغلت عن القوى التي تملك السلحة نووية وتملك اقتصاد وتملك ثقر معك وروحت على ناس ولا مؤاخذة مصطبع فيه أمريكا صحيح أنه صار عندنا 11 سبتبر وانت جاي تثقر بس ما بيفسر لك هذا الكلام المبالغة والإصراف في أن تشن حرب تستمر عشر سنين وتدفع فيها ثلاث تريليونات دولار وتقتل آلاف الجنود الأمريكان وتشغل مؤسستك كلها السياسية والاقتصادية والأمنية بأكم واحد في أبغانستان وفي العراق هذا كان خطأ استراتيجي هائل من الذي استفاد منه؟ استفاد منه الصينيين واستفاد منه الروس لأنك أنت كففت شرق عنهم وانشغلت بغيرهم فاستعادت روسيا مرة ثانية بناء ذاتها في غفلة من الحضور الأمريكي ونمل الاقتصاد الصيني في برحلة كان الاقتصاد الأمريكي منكفئ فيه على ذاته لسبب الحروب والحالة التي عشت أمريكا في العشر سنوات المقيفة من حكم من ألف وواحد يعني بمعنى ذلك وأنا والله ما زلت أذكر حديثاً قاله لي أحد المسؤولين الصينيين جاء هنا على الجزيرة في ديما المقابلة فقبل اللقاء بتكلم وقول يا إخوان أنتوا كعرب برق الله فيكم أحسن ناس وإحنا بنحب العرب أنتوا خدمتوا الصين خدمات جليلة فأنا صراحة ما جاملت قلتوا ولا مؤاخذة يا عبد المؤاخذة أنت شو بتحكي هالكلمة 2006 قلتوا شو بتحكي إحنا كل دولنا مع أمريكا ولا في حد دعمكم يعني أنت بتجاملني بس هيك قال لي لا أنا ما بقصدك ما بقصد دولكم قلتوا مين بتقصد قلتوا بقصد أولئك الذين خلوا أمريكا منشغلة في أمغانستان والحراق قلتوا ليش قلتوا لأنها وبنشغالها تركونا أحراراً لكي نطور ما نحتاج بعيداً عنهم وإلا كنا وجهنا أمريكا من سنوات هذه كانت عباراته وهذا صحيح اكتشف الأمريكيون ذلك متأخراً مع قدوم إدارة أوباما صار في تفكير جديد في أمريكا أمريكا اليوم تقول يا جماعة لماذا نحتاج أن نرسل قوات نكون نحارب عالم ونحارب كل حرب ونصبح شرطة العالم هذا الكلام لا نحتاجه لذلك قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من العالم جزئيا لا تدخل أمريكي سريع بعد اليوم في أي مكان في العالم إنما سنترك المجال للدول الإقليمية تقوم بالواجب بناء على توصياتنا ودفعنا من الخلف ونحن نراقب عند اللزوم نتدخل بقدر محدود هذه الاستراتيجية بعض المحللين يقولوا هذا أوباما بكرة أدتغير أوباما وأجد ترامب ولا أجد مرة ثانية الريبوبليكانز كل شيء يتغير أنا أقول هذا ليس صحيحا هذه استراتيجية جديدة بنتها الدولة الأمريكية وليست الحكومة والإدارة الأمريكية هذه استراتيجية شاركة فيها البنتاجون والسي اي اي والأجهزة والثينك تانكس والدولة الأمريكية قائمة على أنه بإمكاننا أن نزدهر اقتصاديا ونسيطر سياسيا دون الحاجة إلى التدخل العسكري اليومي والمباشر وهذا الذي حدث بانسحاب أمريكا عمليا من المنطقة وهذا الذي يحدث اليوم ترونه في سوريا وترونه في كل مكان أمريكا ليست موجودة أمريكا موجودة من الخلف موجودة من الخلف لكنها تريد من الناس أن يقوموا بشغلها خلي تركيا والسعودية وإيران تصطرعان فيما بينهما حتى نشوف الأمور ونماشي بعدين تشناقص عليها لن يكون عندك أي مشكلة فلذلك هذه كانت مسألة مهمة إذن المستقبل هو ما يلي الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين سنة القادمة لن تكون أداة تدخل استراتيجي سائل هذه واحدة رقم اثنين الصين التي نمت نموا مذهلة في التسعينيات وبداية القرن الماضي الحالي توقف اتصادها حقيقة عن النمو الإيجابي في 2008 والصين اليوم تعاني حالة من الركود الذي لم يظهر كل أبعاده بعض وهذا كان بالمناسب أحد الأسباب الكبرى لانهيار أسعار النفط لأن العالم أدرك أن المكينة الصينية التي كانت تستهلك كم من هائلة من النفط أصبحت كسولة غير قادرة على العمل بسبب أن أسواق الاستثمار العالمية لم تعد تستقل المنتجات الصينية وهذه مشكلة كبيرة سيعاني منها العالم في السنة الثلاثة والأربعة القادمة إذا استمر الطباطب في النمو الاقتصاد الصيني فالعالم سيدخل في مرحلة كساب كبير لأن الصين جزء أساسي من الاقتصاد العالمي وهذا هو أسبابه طبعاً مش مجالة للشرع إلا أن رأى بعضكم لأنه ظل عنده ربع ساعة بالتالي ظل عنده إن شاء الله تكيراً النقطة الثانية المهمة جداً أن ألمانيا ستدخل حالة من التراجع الاقتصادي في السنوات القليل القادمة كيف الحكي؟ ألمانيا اليوم هي خامس أو رابع اقتصاد في العالم الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ألمانيا لكن في شيء مهم جداً أن كل اقتصاد ألمانيا قائم على التصدير فإذا لا يوجد أحد يشتري منك الضاعة ستسوي إيه شوي في مصامع أركي بدك توقفها، بدك سيء عندك بطالة، بدك سيء عندك مشاكل الطباط والاقتصاد العالمي سيحرم اليابان أصعفهم سيحرم ألمانيا من جزء كبير منها ثم الاتحاد الأوروبي بمجمله في العشرة إلى خمسة عشر سنة قادمة على الأغلب سينتهي ربما يتراجع إلى درجة يصبح منتدى زي جمع الدول العربية هيك ما ستجلس فيه في الآنس كل فترة من الزمن ولكن لن يكون أداة إنجاز حقيقية ليش؟ لأن التحديات التي تتواجه الاتحاد الأوروبي سواء اقتصادية أو سياسية وصلت إلى درجة اليوم أوروبا تعاني منها بشكل مباشر سواء كان في جنوب أوروبا يعني عفوا الدول الفقيرة اللي هي اليونان إيطاليا البرتغال الإسبانيا التي الآن بدأت تشعر بثقل ووطأت التدخل الألماني والتحكم الألماني في البنك المركزي الأوروبي إذن التحاد الأوروبي لن يبقى كما هو عليه الحال سيتراجع إلى حد كبير جدا القوة التي ستتراجع برأيي أيضا روسيا لماذا روسيا؟ روسيا دولة توسعت في عهد بوتين بطريقة أيضا فيها قدر كبير من الاعتداد بالنفس بوتين وضع في النفسية الروسية قدرا من الانتماء القومي الهائد ولكن هذا ليس مؤسس على طفرة اقتصادية حقيقية أو على إمكانات مادية ممكن أن تسند هذا الطموح القومي الهائد عماد الاتقصاد الروسي في الأساس هو البترول والغاز فإذا بقي سعر البترول خمسين وأقل من خمسين دولار في خمس سنوات من الآن هذا يعني أن الموازنة والاحتياط الروسي النقدي سيتراجع تراجع مذهل اليوم حتى اليوم لم تتفق روسيا على الموازنة بالموازنة اليوم آخر قط يعني آخر تخفيض في الموازنة كان من عدة أيام التخفيض الثاني هذا العام اضطروا خفضوا خمسة بالمائة من الموازنة الدفاع في روسيا وهذه كانت آخر ما تريد الدولة الروسية أن تفعل لأنه تعتقد أن مواجهتها مع الغرب لازالت قائمة فلذلك روسيا لن تستطيع أن تتعامل مع الواقع الاقتصادي بما يكفل الارتقاء في طموحاتها التي بناها بوتد لها ولذلك هي الآن تكتفي بشيء آخر تشاكس روسيا الآن تضرب في أوكرانيا روسيا الآن تخيف البلطيق دول البلطيق لتوانيا وإستونيا ولاتيبيا روسيا اليوم ترعب ورندا روسيا اليوم عندها مشاكل معرومانية على سبيل المثال لماذا؟ لأن هذه الدول هي البفرزون هي المنطقة العازلة ما بين روسيا وما بين أوروبا فروسيا دائما تبقي ثلاث دول تحت السيطرة إذا واحدة منها خرجت من السيطرة الروسية هي عمليا في إشكالية كبرى لأن عمقها الاستراتيجي موسكو لا تبعد عن الحدود الأوكرانية إلى 300 كم عمقها الاستراتيجي ضعيف يعني أوروبا قادرة إن استولت على أوكرانيا إذا أوكرانيا انضمت لامناتو أو أصبحت جزء الانتحاد الأوروبي عمق روسيا الاستراتيجي يكون قد ضرب ستقاتل روسيا حربا ولو عالمية من أجل حفاظ على أوكرانيا أوكرانيا دولة مهمة جدا لروسيا استراتيجيا لو يمكن تخلي عنها تراها قلب المشروع الاستراتيجي الروسي كذلك بيلاروس بيلاروسيا وكذلك منطقة البلطيق هذه المناطق بالنسبة لها مناطق حيوية وهذه هي المناطق التي دخلت الجنوش الغازية فيها دائما إلى روسيا سواء أيام نابوليون في بداية القرن 19 أو في أيام هتلر دائما القوات تدخل من هذه المساحات اللي هي السهول المنبسطة الواسعة التي ليس فيها الجبال والتي تستطيع الدبابات فيها فعلا أن تسير مسار واحد باتجاه موسكو لابد دائما من إغلاقها ولذلك لابد من أن تكون أوكرانيا محايدة ولا يمكن لأوكرانيا تصبح جزءا من الاتحاد السوفيتي لأنه عفرا من الاتحاد الأوروبي كما كان يحلم الجماعة اللي همي وحتى الآن أمريكا تكون بصالوا عن نبي يا جماعة تلكوكو من قصة الاتحاد الأوروبي وما ناتو ما في مجال أذكر أنه زارنا في ذلك الوقت رئيس رئيس جورجيا شكسفيني هذا رجل أنا أعتقد أنه جاهل يعني شخصيا أعتقد أنه أجهل من الناس اللي شفتهم كحياتي كان رئيس جورجيا وجاء قال يا أخي الروس احتلوا البلد تعفوا جورجيا 2008 2008 2008 دخلت القوات الروسية على شمال جورجيا كثلها سيادة الرئيس هل يعقل أن تقول أنني سأنضم إلى الناتو وبوتن يتسامح معك قال يا أخي والله أنا ذهبت إلي وقلت له يا سعادة الرئيس هل أنت موافق على أنضم إلى الناتو قال يا أخي أنت دولة مستقلة تفعل ما تشاء فأنا نضميط وقلت له يا سعادة الرئيس أنا تعرف أن جورجيا في المحاية فهي عمق استنتيجي لروسيا أنت انضمامك للناتو عارب شو بتعمل قاعد تدمر الأمن القومي الروسي فكان بالإمكان بدون فلسفة الواحد يعرف هاي الشغلة لكن هو رجل يعني حقيقة إنسان عجيب على فكرة استغربت الآن تركه طبعا جورجيا تعرفوا جورجيا وقفتها روسيا أوقفت هذا المشروع بانضمانها للناتو والآن شاكسويلي رأيي عمدة لمدينة في جنوب أوكرانيا غريب جدا يعني صغربت ذيك اليوم سمعت له بقول لك عمدة في مدينة مدينة صغيرة في جنوب أوكرانيا بس القصد اللي بحكيه أنه روسيا ستحارب حربا شرسة ضد كل هذه الدول إن أرادت أن تصبح جزءا من المنظومة الأوروبية هذا كلام مهم جدا روسيا ستشعر بالفرح الشديد لانهيال وألمانيا ستشعر بحاجة أقوى للتحالف مع روسيا لسبب مهم أن روسيا وألمانيا بينهما مصالح اقتصادية هائلة ألمانيا أكبر مستورد للغاز وإنتي بدك تحدد صدوله مشانا تجيب فلوس وأيضا روسيا من أكبر مستوردين منتجات الألمانية فبالتالي في مصالح ولذلك اليوم نحن في شهر سبعة سيكون لدينا اللقاء الدوري لتجديد العقوبات على روسيا في نهاية سرسرها ألمانيا شوي شوي يعني بتقول يا جماعة طب نشوف النحل نلاقي لنا طريقة لخفف لأنه ألمانيا متضررة من العقوبات اليونان غالبا سوف تدعم رفع العقوبات بوكرا بوتين أظن أنه سيكون في اليونان رماء عفوا تشيك ريبوبليك قد أعلنت أنه أنا يعني مش مع العقوبات لأنه برضو بوتين نزبط الرماء يعني قصد أوروبا ليست متفقة حتى على قضية محورية لهي روسيا التي تهدد مهيطها الحضاري المباشر في داخل المنطقة لكن الصين وروسيا اقتصادية عندهم مشاكل حقيقية هذا سينعكس على المنظمة الدولية أنتقل للنقطة سريعة بعض الآن مباشرة يعني كعناوية رئيسة ويمكن نناقشها بعدين في العديد ما الذي ينطورنا نحن الآن في العالم الإسلامي العالم الإسلامي هذا العالم العربي منطقة المشرق رغم أن العالم الإسلامي يعني ما شاء الله لكن حقيقة نقطة الجذب للعالم الإسلامي هي هذه المنطقة التي نعيش فيها منطقة الشرق التي تشكلت فيها عواصم وحواضر الإسلام الكبرى من بغداد إلى دمشق إلى إسطنبول إلى القاهرة هذه المناطق التي كانت تاريخيا واستراتيجيا نقاط الجذب الاستراتيجي التي إن نمت وثرعرعت وازدهرت واستقرت انتدى نفوذ المسلمين في كل مكان ووصلت جيوشهم إلى حدود بينا أو إلى جدران بينا وإذا تراجع هذا القلب من العالم الإسلامي وجدت أن العالم بدأ يتكالب علينا ويحتل أراضينا كما حدث في الحرب العالمية الأولى اتفاقية سايتس بيك واتفاقية لوزان وما سب بعدهما من تقسيم مذهل للعالم الإسلامي أو منطقة الشرق الشيء المهم الآن في هذه المرحلة أننا نعيش حالة انتقال هو الأكبر في تاريخنا المعاصر ليش؟ لأول مرة وجدنا أنفسنا بعد 1919 بدون مفهوم الأمة السياسي ما عندناش خلص الحمد لله انتهينا من هذا لماذا؟ زمان من يوم ما صارت عندنا الخلافة الراشدة إلى الخلافة الأموية إلى الخلافة العباسية وما بينهما وصولنا للعثمانية كان لدينا دائما عقلنا الـ DNA السياسي تبعنا شغال على شغل اسمها الخلافة أو الأمة التي تتمثل في دولة في 1919 هذا الشيء انهر وأصبح لدينا كيانات جديدة هذه الكيانات الجديدة أحيانا تسمى دول قومية أحيانا تسمى دول إقليمية أو تبرد لكن في الحقيقة كلها في الآخر في حالة انتقال ليست مستقرة ولما تفكر فيها تفكر أنك كأنك تدير مشروع مؤقت بانتظار شيء ما جديد هذا الشيء المال جديد ما تبلور في أذاننا بعد ليس لدينا شرور بأن هذه الكيانات المنبثقة عن مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار كيانات دائمة تتصل بالشرعية التامة أو أن لديها لوحدها القدرة على البقاء لأنهم قسمون لما قسمون قسمون بطريقة لا أنت بتستطيع تعيش لوحدك قد تكون غني لكن ليس لديك عمق استراتيجي قد يكون لديك سكاب لكن ليس لك ثروة قد يكون لديك عمق استراتيجي لكن ليس لديك مال وهكذا فأصبح لدينا حالة من عدم الاستقرار كأنك أنت جايب محاولة لبحث عن حلول لكن هذا الحل الأكمل والأشمل الذي يمكن أنه اللي عنده عمق استراتيجي يكون غني واللي عنده مال يكون عنده سكان هذا الكلام مش موجود فنحن في حالة انتقال نحو شيء ما انهارت المنظومة التي سميت بعد الحرب العالمية الأولى إلى حد ما من خلال الأحداث الأخيرة في السوريا والعراق و ساكس بيكو وحتى ما بعدها اللي حصل في هذه المرحلة أنه ما زلنا نعيش ونبحث عن شيء ما قابل للاستقرار هذا الشيء الماسي يكون له انعكاسه الانعكاس الأول منهجي معرفي فكري نحن مسؤولون عن تطويره بمعنى نحتاج أنه ما بنيناه في القرون الماضية من تصور عن العالم أو عن أنفسنا من نظريات سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية حتى ينبغي أن يعادل نظر بها لكي تكون قادرة أن تتعامل مع المستقبل لا أن تستحضر الماضي لأني أرى في معظم حديثنا حتى في السياسة والاستراتيجية والاقتصاد نتكلم عن الماضي الخلافة الراشدة على منهج النبوة نتكلم عن دولة إسلامية تحكمنا بالكتاب والسنة بالطلقة أو بأخرى لكن عندما تتكلم عن مفردات ذلك لكي تستطيع أن تواجه فيه هذا الشيء العالمي القادم إليك بدون استئذان لا تستطيع أن تضع نموذجا قابلا لكي يعيش يعني دائما أقول ما هو شرعي لنا ما هو شرعي ما يتسم بالشرعية ليس عملي وما هو عملي لا يتسم بالشرعية وهذه أحد التناقضات الكبرى التي يعيشها الفكر والواقع الإسلامي الحالي أنه عندنا منظومة في معظمها مستقى من ممارسات تاريخية معينة وعندنا أيضا ضرورات ما موجودة في واقعنا اليوم فلذلك عندما نفكر نفكر بعقلنا التاريخي وعندما نتصرف نتصرف بعقلنا الواقعي وما بينهما حالة من الفصام اللي كثير من الأحيان تؤدي إلى كأن الإنسان اثنان واحد هو الإنسان الثقافي والفكري الموجود في المسجد والثاني هو الإنسان السياسي والاقتصادي اللي يستعيد الناس به واللي قال عنه أستاذ ما أنه تعلم يعني لأنه بالنهاية بدون يشتغل بالقواعد السياسة وسيؤدي في الغارب ذلك أو بدون يشتغل بالقواعد الأخلاق وبهيؤدي فيه زي ما صار في المرسي بحط السجد يعني في عندنا هذه الحالة الثنائية التي نحتاج أن نعالجها فكريا ودينيا في مستقبلنا ثم النقطة الأخرى نحتاج أن نفكر بشيء ما يخلف الدول التي تشكلت في مرحلة الاستعبار ومبعض الاستعبار هذا الشيء ما أنا مش عارف شهوه يقوم على هذه الفكرة أن هناك أمم في هذه المنطقة هذه الأمم تعايشت عبر ألف واربعمائة سنة العرب الترك الفرس الكرد هذه أمم موجودة لها وجود حقيقي سياسي جغرافي اقتصادي اجتماعي ناشب في هذه الأرض غير قابل للإقتلاع والاختفاء أي تفكير في المستقبل لا يستطيع أن يستوعد هذه الأمم في كيان قادر أن يحقق إزدهار اقتصادي واستقرار أمني وسياسي هذا سيكون مؤقت لأنه في حق البيتو يكون من هذه المجموعات أي مجموع من هذه المجموعات قادر أن تعمل قادر أن تعمل قلق في داخل هذا السيستم إذا ما شعرت هذه الأمم أنها مستقرة في منظومة ما فيها اقتصاد فيها سياسة فيها أم قادر أن تخرب تخرب الواقع لذلك إيران اليوم تخرب الواقع بكرة إذا شعرت تركيا أن المنظومة الجديدة أقرب إلى إيران ستخرب الواقع إذا شعرنا إحنا كعرب أنه إيران قدمت لذلك على اللزوم بأننا نخرب الواقع يعني معنا دائما عند كل واحد فينا حق الفيتو على الاستقرار ولكن إذا استطعنا كلنا نتفق بصير في عندنا منظومة مستقرة ومن هنا أي تفكير في العشرة إلى خمس طفل السنة القادمة خارج إطار هذا الإجماع بيكون عندنا مشكلة رقم اثنين أن هذه المنطقة تحتاج أن تستعيد مرة أخرى نقطة الجذب في داخلها وبحمد الله تعالى انهار نقطة الجذب الأوروبية كما قلت لكم الأوروبا اليوم لم تعود تلك المراكز المتحكمة في ذواتنا واقتصادنا وسياساتنا وكل شيء زي ما عملوا في بداية القرن الماضي وكذلك أمريكا اليوم في حالة انسحاب والصين في حالة تراجع اقتصادي ولوسيا في حالة أيضا تراجع شو بدك أحسب من هيك هذه نقطة مهمة جدا لأنه إذا الكبار انشغلوا بذواتهم أو بأنفسهم فهذا فضل من الله ونعمة طب يا أخوات احنا نجل نجلس وننشغل في أنفسنا بمعنى أن نعيد بناء منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة أنا لا أقول هنا أنه احنا منحتاج أن نبني دولة واحدة وننغل دول أو أن نعيد نبني خلافة وننغل في أن تحقق المقصود بشكل مقبول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال كان خطوة ممتازة جدا هذه أوروبا بالمناسبة أكثر تمزقا وتفرقا مننا بعشرات المرات كل تاريخ أوروبا قائم على حروب دموية مذهلة حرب واحدة كانت حرب ثلاثين عام في ألف وكم ألف بلدأ في قرن السنة العشر ألف وستمائة وعشرين بدأت خمسة وعشرين ثلاثين سنة قتل ثلث سكان أوروبا روتستان وكاتوليك وشغل اللي كانت إلها ولماذا آخر يعني اللي حصل بيننا بين السنة والشيء على سبيل المثال مقارنة بما حدث في أوروبا لا يذكر ومع هذا أوروبا اضطرق أنه تجلس تقول يا جماعة كونه مش حد قادر يقلع الآخر شو رأيكم نتفاهم أنه نعيش ونعمل موازين جديدة وهكذا قد فعلوا فلذلك الاقتصاد الأوروبين تعاش الأمن الأوروبين تعاش ليش؟ لأنهم وصلوا إلى نقطة اقتنعوا فيها أن مزيدا من القتل والدم لم يؤدي إلا مزيدا من البوس والشقاء فلابد من التفاهم والاستعلاء فوق القلافات فهذه نقطة أساسية أعتقد أنه ممكن نستحضرها ممكن نستحضر من أمريكا اللاتينية النموذج اللاتيني اللي استطاعوا فيها أن يؤسسوا منظمة اقتصادية متكاملة يعني مش بالضرورة إحنا دائما نفكر في المستقبل لحل مشكلات نعمة دولة واحدة متحدة يرأسها أمير مؤمنين أو خليفة المسلمين أو حتى حاكم عام أو رئيس دولة ممكن أن نفكر مكيانات جامعة تحقق لنا حدا أقل من التوتر وحدا أكبر من المنفعة بحيث لا الإيراني ولا العربي ولا التركي ولا غيره بده يخرب المسألة ليش؟ لأنه مستفيد اقتصاديا وإذا خربها كلها تخرب علينا يكون في تشابك وفي اعتماد كبير جدا على بعضنا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع أعتقد بالعشر عشر عشرين سنة قادمة إذا ما صار هذا البديل هو حقيقة حرب متواصلة حرب أهلية متواصلة أو حروب إقليمية متواصلة غالبا لا تؤدي إلى نقطة واحدة الاتفاق أي حرب في الكون أي حرب سواء داعش وغبراء قعدة 30 سنة أو الحرب حرب 30 عاما أو حرب 30 دولية بالمناسبة 30 سنة 1939 يعني كل من الثلاثين مهمة في الحروب يعني أنا عند شعور دائما هيك أشعر من التاريخ أن أقل الحروب الأهلية عشر سنين وأكثرها ثلاثين يعني هذا مهم فبين هذه وتلك يعني لازم نذبح حالنا ثلاثين سنة وبعد ما نذبح حالنا ثلاثين سنة بنجي بنقعد بنقول يا جماعة تبت أنه ما حدا كان ينخلص على الثاني الشراء يكون نتفهم ولذلك أنا أقترح أن نختصر على حالنا كمية الدم النازف في منطقتنا وننتقل إلى المرحلة القادمة من خلال العقلاء ومفكرين اللي يبدأوا ينادوا مثل هذه الأفكار الآن نحن نواجه نقطة خطيرة هذا المستقبل الذي نبنيه مش مستقبل لحضراتنا هنا الجلسين حول هذه ولا لأبناءنا ربما إنما لأحفادنا وأحفاد أحفادنا فكر بعقلهم فكر بما سيجلبونه إلى العالم أو ما سيجلبه العالم إليهم الآن أنا عندما أفكر بشيء آخر غير السياسة والاستراتيجة والاقتصاد شيء اسم التكنولوجيا والللوم وأرى كمية الاتصال العالمي الذي لم يسبق له مثيل في الوجود من خلال أنك تجلس في الدوحة وتتباصل مع كل أنحاء العالم من خلال لابتوب تبعت بدون ما تسافروا لترابلتيجي وهذا تيار استراتيجي أساسي سيشكل عقولنا سيشكل اقتصادنا وعينا ثقافتنا تجربتنا خيالنا وحتى نظرتنا إلى التدين حالة التواصل الكوني هذه مذهلة عندما تستمع على سبيل المثال لكبار المفكرين في مجال العلوم التكنولوجيا يتكلم عن عام 2040 وأنا أنصح الجميع أن يبحثوا في اليوتيوب عدد من المحاضرات لمجموعة من الكبار الأساتذة المتحدثين عن تكنولوجيا 2040 على سبيل المثال هذا عام في الغالب ستتراجع فيه الخصوصيات الخاصة والهويات الفردية لحساب شيء آخر اسمه العالمية الكونية المتصلة أحيانا نخاف من ذلك خوفا شديدا لأن كولة كلمة العولمة والعالمية لما خوف أنا حقيقة أقول لكم بصراحة أنا متفاهل جدا ليش؟ أعتقد أن العالمية الأهم في تاريخ الإنسان كانت عالمية إسلامية العالمية الإسلامية كانت هي الأهم ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعالميته الجديدة برسالته الواحدة تعال فوق القوميات فوق الطبقيات وفوق الانتماءات الأخرى وقدم شيئا مفهوم جديدا كان عالميا للعالمين وهذه عالمية لم يسبق لها لا الروم ولا الفرس ولا الصينيين ولا غيرهم كانت هذه العالمية الأولى إذن العالمية الإسلامية الأولى فعلا قادها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بحضارة عجيبة في قدرة الناس على الاستعلاء فوق انتماءاتهم الفردية اليوم في عالمية جديدة زحفة علينا بدون استئذان ما حد حيجي يكون تعالوا تفضلوا وليس لديك خيار ما عد لدينا خيار هذه العالمية الجديدة الزحفة علينا إما أن ننخلط بها لنغير مقصدها ومنهجها وغائيتها باتجاه إله واحد أو باتجاه إيمان يحقق الاستقرار للإنسان وإما أن نصبح ترسا فيها نفقد كل شيء ويفقد الناس كل شيء أنا أعتقد أنه اليوم عندنا كمسلمين رسالة تتعدى حدود الإسلام وتتعدى حدود العالم الإسلامي لكي تقدم للعالم وليس للمسلمين فقط غائية ومقصد يكمل الإنجازات الإنسانية الرفيعة التي وصلها للعقل البشري علميا وتكنولوجيا يتممها ويحسنها ويجودها بمقصد أسمى من المادة وأبعد من الوضعية الفلسفية الغربية ينقلق فيها الإنسان إلى رحابة الإيمان مع البقاء على الإنجازات التكنولوجية والموجودة حاليا ونتقدم فيه نحو المستقبل أختم بالقول أؤمنوا أن الإسلام يسكن المستقبل وأؤمن أننا نسكن في الماضي والذي يحتاج أن يخطو نحو المستقبل يريد أن يضع الإسلام أمامه لكي يعيش المستقبل وهو معتقد أنه متقدم نحو الله لا مبتعدا عن الله فالله سبحانه وتعالى وديننا وثقافتنا قادر أن تتعايش مع المستقبل وأن تخدم الإنسانية أكثر بكثير من أي ثقافة أخرى والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم جميعا